بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى الله أما بعدها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونحن الآن في الحلقة الخامسة والأربعين من حلقات الاحتلال البريطاني لمصر في برنامج صفحات من التاريخ الحديث ووصلت في الحلقة الماضية إلى أن عباسا وجد نفسه فريدا وحيدا لن يكون هناك مؤازر له حقيقي في صفوف الشعب المصري خطفت بالي فكرة أن يذهب إلى السلطان عبد الحميد وأن تكون تركيا هي أسند له ضد الإنجليز ذهب إلى السلطان عبد الحميد ثلاث مرات وكان يتأدب جدا بحدث السلطان عبد الحميد وكان يحبه لكن المشكلة أنه جاء إلى السلطان عبد الحميد السلطان عبد الحميد مشغول بنفسه في وسط أزمات هائلة ورب كلها ضده كلها ضده والماسون في الداخل واليهود يتحركون والأرمن ومكائدهم مشكلات ضخمة تواجه عبد الحميد فعبد الحميد ما استطاع أن يسعفه واجد نفسه إذن لابد له من تفاهم مع الإنجليز جاءت الفرصة له الذهبية عندما انقلع كرومر من مصر على إثر حادثة دنشواي لما كان بينهم وكراها عجيبة بينه وبين كرومر فخرج كرومر من مصر وجاء رجل إنجليزي معتمد بريطاني اسمه إلدون غورست كان لطيفا بعكس كرومر وكان داهية ويعرف كيف يصل إلى مراده باللطف والرقة وذلك يصل إلى مراده بالعنف والشدة عباس حلمي شخصيته رقيقة وعاطفية تتناسب مع شخصية غورست فاجتمعا هنا رأى عباس أن يدير ظهره لكل الحركة الوطنية ما هي الأسباب الحقيقية لهذا كما قلت لك مختلف المؤرخون بعضهم يقول هو رجل انتهازي أصلا كان يريد أن يستفيد من الحركة الوطنية ضد الإنجليز ويقوي مركزه ويجمع الأموال وبعضهم يقول لا لا هو كان مخلصا لكن وجد نفسه يائسا أمام انفراده ضد هذه القوة كلها الله أعلم بحقيقة الأمر لكن أنا أميل شخصيا إلا أنه كان في البداية متحمسا لعمل شيء ثم لما وجد نفسه فريدا غريبا وحيدا اضطر أن يتعامل مع الإنجليز لأنه هو أصلا ما ربي تربية إسلامية ما عنده شعور الإسلامي واعتزاز بالله والتوكل عليه والثقة بالله ونصره وأن يجمع طبقات شعب حوله وأن يجمع المشايخ والعلماء والأعيان والمثقفين ما ربي هذه التربية هو ولا يعني ليس له علاقة بهذه النظرة الإسلامية الشاملة المحظماء كان بعيدا في حياته في طرائق حياته في أسلوب حياته عن الإسلام يعني بعيد بعيد رجل بعيد عن هذه القضايا المهم وتفصيلات طويلة ما أريد أن أضيع الوقت في الحديث عنها لكن انتهى إلى اليأس والإسلام لدرجة أنه حضر العرض العسكري الذي يقام سنويا بمناسبة عيد ميلاد الملكة فيكتوريا وبعد عيد ميلاد الملك إدوارد السابع وهذا ما يمكن يحضرها خديوي مصر لأن خديوي مصر إذا حضر هذه الاحتفالات ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه سلم بالاحتلال الإنجليزي لبلاده فما يوجد هناك حاكم يحترم نفسه يحضر احتفالات لجيش محتل بلاده ما يمكن هذا لكنه وقف في الاحتفال تحت العلم البريطاني بجوار كرومر في آخر أيامه يعني هو قراره بالتملص من حركة وطنية والابتعاد عن شعبي كان في آخر عهد كرومر لكن كان الإنفلات التام من شعبي كان مع غورست المحتمد البريطاني إذا جاء بعد كرومر للأسف الشديد وقف بجوار العلم مع كرومر وأيضا قبل تعيين ياور إنجليزي خاص له حارس رئيس حراس شخصين لخديوي عباس حلمي وهذا فيه أهانة لمصر كلها ولجندية المصرية والعسكرية المصرية كلها هذا أيضا واضح أيضا في آخر أيام كرومر بعد أن ذهب كرومر في الحقيقة يعني في آخر سنة من حكم كرومر دعنا نقول صرح تصريحا عجيبا جدا وقال إنه يرحب بالاحتلال الإنجليزي وأنه يرى أن الاحتلال الإنجليزي أفضل من أي احتلال آخر يعرض بذلك بالدولة العثمانية لأن الإنجليزي إذا ذهبوا فستأتي الدولة العثمانية إلى مصر فيعرض بها وطبعا هنا انصرف أيضا لجمع المال في شراهة عجيبة وهذا ألب عليه المؤرخين وألب عليه زعماء الحركة الوطنية طرائق عجيبة يعني ما أدري كيف وهو يقول إنه يجمع هذا المال لليوم الأسود لأن إنجليزي تربصون به ويمكن يترضوه خارج مصر كما فعلوا بجده إسماعيل في أي وقت فلذلك لابد نجمع المال حماية لمستقبله لكن الأمر وصل إلى درجة عجيبة جزيرة طاشوز مثلا هذه الجزيرة كانت لليونانيين وتحت حكم دولة العثمانية فرض عليها ضرائب إضافية حتى اضطر السلطان عبد الحميد التدخل وأرسال عساكر أتراك ليأخذوا هذه الجزيرة أن هذه الجزيرة كافأ بها السلطان العثماني الخديوي إسماعيل يوم وقف مع مع العثمانيين فهذه الجزيرة لا هو لأسلافي لكنه زودها كما يقال بالعامية في فرض ضرائب أخرى على سكان الجزيرة بحيث ثاروا فضطر السلطان عبد الحميد يرسل قوة لتحتل الجزيرة وتنهي قضية طاشوز وهذا كان بداية الانفصال أيضا بين السلطان عبد الحميد وبين عباسة في هذه الجزيرة شركة أخرى للزبرجد والنحاس واستخراجهما ومتاجر بهما ثبت تورطه في هذه القضية بطمع وشرح عجيبين أيضا قضية بيع النياشين والرتب يعني النياشين والرتب مثل باشا وبيك وكذا هذه تمنح للمستحق فكان يبيعها بيعا لدرجة معيبة سارت معيبة من كثرة إرادة جمع المال والشرح في جمعه والحاكم يا إخوة إذا كان شريها في جمع المال هذه مصيبة مصيبة لأنه يعني يضايق شعبه ويضايق الشركات الموجودة في بلاده سواء الأجنبية أو الوطنية ويضايق على الناس فجمع المال بهذه الطريقة مصيبة مصيبة كبيرة جدا حتى أن كرومر نفسه تدخل وهدت بسحب صلاحية منح الرتب من عباس يعني إلى هذه الدرجة وصل الأمر يعني قضايا ذكرت كثيرة في الحقيقة في هذه القضية قضية حب عباس لجمع المال وطمع الشديد في جمع المال تصوروا كان هناك سكة حديد مريوت سكة حديد مريوت هذه أنشأها لإصلاح أراضي غرب الإسكندرية أراضي الزراعية كانت عباس حلمي أنشأ سكة حديد كاملة لإصلاح أراضي غرب الإسكندرية هذه طبعا إيطالية فكان يساوم الإيطاليين ليخفضوا الثمن مقابل ماذا؟ مقابل أن يتوسط عند السنوسيين في ليبيا من أجل إيقاف حربهم على إيطاليا هذه أولا خيانة عظمة للإسلام والمسلمين ودناء كبيرة هذا كرام كان قبل بعد دخول إيطاليين ليبيا بسنة تقريبا 1912 يعني تقريبا 1329 هجرية 1330 فتصوروا يساهم من أجل تخفيض عربات سكر الحديد وثمن عربات سكر الحديد يتوسط عند السنوسيين حتى يوقفوا هلجوم على الإيطاليين الذين احتلوا بلادهم يعني دناء غريبة عجيبة لم يبرر لها على إطلاق أيضا تنكر للحركة الوطنية ومصطفى كامل حتى غضب منه مصطفى كامل وحلف في مرة مرات ألا يرى وجهه إلى أن يموت لكنه سامحه بعد ذلك ودخل عليه عباس حلمي في مرض الموت ليزوره لكن مصطفى كامل تعب لأنه تارة يتقرب إلى الشعب إذا كان التقرب إلى الشعب يغيظ الإنجليز وتارة يتقرب إلى إنجليز ويدير ظهره للشعب ولا لزعماء الحركة الوطنية إذا كان في مصلحة ذلك التقرب مصلحة شخصية له وفتعب الناس معه تارة يأتي بزعماء الحركة الوطنية إلى قصره ويكرمهم لإغاظة الإنجليز وتارة يسمح بزج في السجون ثم إذا رأى أن إخراجه من السجون يضغط على الإنجليز فيخرجه من السجون وهكذا تلاعب تلاعب بمقدرات شعبي وبمستقبل شعبي وبأماني شعبي بدرجة عجيبة مصف فهمي الذي كان يكرهه وكان فصله من الوزارة بحادثة مشهورة ذكرتها لكم في الحلقة الماضية وكانت هذه بطولة من عباس حلمي في عيد جلوس عباس حلمي على العرش جاء مصف فهمي وزين بيته بالزينات واستقبل المهنئين فوجد عباس أن هذا يعني ممالأ من مصف فهمي له وكذا ومؤالاء تامة فعاده رئيسه زراء تخبط كبير وكبير جدا وأيضا كان يقرب الموظفين الذين يطيعونه وينفذون أوامره وأي موظف يبدو عليه التذمر أو أن هذا الأمر لا يمكن قبوله أو أن هذا أمر ضد مصرحة مصر يغضب عليه ويعزله وإنما يستطيع عزله وينقله إلى أماكن بعيدة في الصعيد وغيرها فآذى الشعب المصري أذية كبيرة طبعا هنا أخذ مصطفى كامل يهاجم عباسا للمصطفى كامل رجل صاحب مبادئ ولا يقبل هذا سار يهاجم عباسا مهاجمة كبيرة جدا فغضب الخديوي عباس عليه وحرض عليه الإنجليز وحرض عليه الحكومة المصرية وحرض الحكومة المصرية على محمد فريد وفسد ما بينه وبين محمد فريد فسادا كبيرا جدا بعد ذلك وهو نفسه هو كان يعني عجيبا يعني مثلا هو الخديوي الوحيد فيما أعلم الذي حج إلى بيت الله الحرام حج الوحيد فيما أعلم أنا أنه حج وذكر حجته محمد لبيب البتنوني في الرحلة حجازية وذكر المظاهر الكبيرة التي رافقت حج عباس من التعظيم والتعجب كيف عباس يحج ولم يحج قبله رئيس مصري منذ مدة طويلة جدا واستقب استقبالا حافلا في الحجاز واستقبالا كبيرا جدا في الحجاز فمع حجه هو وأمه حج جامعا إلى الحجاز كان يقيم كل سنة في قصري حفلة راقصة ويجلب الراقصات والمغنيات في قصره في رمضان يطلق قرآن يعني شخصية عجيبة ومتقلبة ويعني نعم حكام ذلك الزمان تلك كانت شخصياتهم وأصلا ما كانت صلاتهم بالإسلام صلة قوية أبدا لكن استفشر الناس به خيرا في بدايات ثم أعرضوا عنه في النهايات أوعز لبطرس غالي كما قلت لكم في حلقة سابقة أوعز له أن يصدر قانون النفي الإداري أوعز له أن يصدر قانون التضييق على الحريات والصحفية والتضييق على الطلاب أوعز ونفذ ذلك بطرس غالي طبعا وهذا أدى إلى مزيد من كراهية الشعب لعباس حلمي وسأورد لكم بعض الحوادث الأخرى بعد الفاصل إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله مرة أخرى بعد الفاصل إخوة الأخوات هذه المواقف كلها من استدرت من عباس حلمي ألبت الشعب ضده حاول بعض الناس أن ينصحوا برفق وبعض الناس هجموا بقوة بعض الكتاب والأدباء نصحوا برفق وبعضهم هجموا بقوة بعض الشعراء نصحوا برفق بعض الشعراء وقف في وجه بقوة أنا أريد أن أقول لكم نصا مهما علي الغاياتي أحد شعراء المصريين قال كلاما مهما جدا قال يعني أريد أن أقرأ لكم بعض الفقرات لهميتها قال إلا أنه مما لا ريب فيه أن الحكومة كلما انتهجت منهج الجور وسلكت سبيل العصف أي الظلم فتحت من حيث لا تدري للأمة أبواب الحرية الواسعة وهدتها طرق السعادة المنشودة والضغط لا محالة محدث للانفجار ثم وصف ما يجري في مصر ومن ظلم وظلام يأخذ أموالها الحاكم المستبد بإحدى يديه ويسومها سوء العذاب باليد الأخرى فهو يجيعها ليشبع ويفقرها ليغنى ويذلها ليعتز ثم يسد في وجه مناهل العلم لتنفسح أمامه مناهج الظلم حتى إذا ما رفعت رأسا أثقلته المظالم أو فتحت عينا أغمضتها رؤية الظالم أو شكت وبكت ثم استرحمت واستنصفت كانت الطامة الكبرى عليها والويل الأعظم لها ولا يزال هذا حالها مع حكامها حتى تفيض الكأس ولا تجد النفس طاقة لها على ما احتملت ويرتفع بين الأمة صوت الإباء مرددا قول أبي العلاء مل المقام فكم أعاشر أمة أمرت بغير صلاحها أمراؤها ظلموا الرعية واستجازوا كيدها فعدوا مصالحها وهم أجراؤها ثم يقول بقوة وجرأة هناك تشرق شمس الانتقام وتأخذ الشعب نشوة الانتصار وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن يوم الظالمين يوم عصيب هناك يغير الله حالا بعد حال وتستوي الأمة على عرشها تدير دفة الحكم بيدها وتسير القضاء العدل بإرادتها هناك ينادي منادي الحكومة الأهلية الدستورية العادلة بصوت مدوم في أرجاء البلاد ألا ظلم اليوم لا ظلم اليوم ثم يختم كلامه بكلمات أقوى إن الحرية ليست منحة ولا هبة من ملك أو أمير بل حق طبيعي للشعوب متى دبت فيها روح الإباء والاستقلال أخذته بالقوة القاهرة من أيدي مغتصبيه وقدمت في سبيله النفس والنفيس فهؤلاء الذين يحاربون الحرية بالوسائل هذه فهؤلاء الذين يحاربون أعداء الحرية بالوسائل النافعة وينتقمون للوطن منهم ثم ينالون الموتى من يد ظالمة وهم في سبيل جهادهم سائرون أولئك الذين رضي الله عنهم ورضي الشعب عنهم ووجبت لهم الكرامة الدائمة والذكرى الخالدة وكلام قوي محرم أحمد محرم شاعر مصري قوي وقوي جدا في الحقيقة يقول في صفة الملك الصالح أحب المالكين إلى الرعاية مليك ليس يألوها افتقادا يعني دائما يتفقد الرعاية تغلغل في مكان الحس منها فكان سمع فيها والفؤادة ثم يقول في تصوير الملك الفاسد أضر الناس ذو تاج تولى فما نفع البلاد ولا أفادة وكان على الرعاية شرراع وأشأ ممالك في الدهر سادة تبيت له الأريكة في عناء تمارس منه أهوالا شدادا كأن الملك في عينيه حلم يلذ به فما يألو رقادة وتدعوه الرعية وهو لاهن فتصدع دون مسمعه الجمادة فلا هو يرتجى يوما لنفع يعز به الرعية والبلاد ولا هو مالك كشفا لضر إذا ما كائد الحدثان كاد الحدثان الليل والنهار فهذا شعر قوي وينبه به عباسا وينصح به عباسا وبقوة لكن عباس وصل إلى نقطة لا رجوع الارتماء الكامل في أحضان إنجليز وعدم السماع لشعبه إطلاقا يعني وصل به الحال إلى هذا وهنا جرى العباس قدر الله تعالى الذي يعاقب به الملوك الظالمين والملوك الذين يهتمون بأحوال شعوبهم في 1914 كان في رحلة إلى تركيا قامت الحرب العالمية قامت الحرب العالمية الأولى واستغل الإنجليز الفرصة لأنه أصلا مع أن عباسا في نهاية عهده كان مع الإنجليز لكن الإنجليز لم يحبوه يوما ولم يرضوه يوما وكانوا يتحينون به الفرص للإيقاع به لما ذهب إلى تركيا وقامت الحرب العالمية الأولى وسدت السبل للرجوع إلى مصر هنا أرسل إليه الإنجليز برقية طالبين منه ألا يعود إلى مصر وقاموا بتعيين حسين كامل عم عباس عينوه واليا على مصر هذا حسين كامل الابن الأصغر للخداوي إسماعيل وهو عم لعباس ولقبوه بلقب سلطان مصر والعجيب أنهم كي يقطعوا أي علاقة لمصر بتركيا أتوا بهذا اللقب سلطان ما هو لقب خداوي لأنه لقب خداوي لقب تركي وهم طبعا يريدون أن يقطعوا أي صلة بمصر مع الدولة العثمانية لأنه في الحرب العالمية الأولى بريطانيا كما سيأتي إن شاء الله تعالى أعلنت الحماية على مصر وزوال وزوال السيادة التركية على مصر لأنه منذ الاحتلال البريطاني لمصر إلى 1914 كانت تركيا إسما لها السيادة على مصر وكان الخداي وعيا من تركيا وكانت قرارات توقع من تركيا المهمة فهنا في الحرب العالمية أولى استغل الإنجليز الفرصة وأعلنوا زوال الحكم التركي أو السيادة التركية على مصر ولكي يمعنوا في إذلال تركيا سموا الحاكم الجيد باسم سلطان ولم يسموه باسم الخداوي فصار السلطان حسين كامل طبعا هذا السلطان حسين كامل مرتمل بأحضان إنجليز تماما ولا قيمة له ألبتة ولم يصنع شيئا لمصر وبل إنه لما عين سيأتي هذا حاول بعض المصرين يغتله ويقتله فانظروا لنهاية عباس حلمي وهي نهاية لكل حاكم كل حاكم يخسر شعبه ولكل حاكم يقف ضد آمال شعبي وطموح شعبه ويقف ضد استقلال شعبه ويرتمي في أحضان الأجانب وينفذ مطالب الأجانب وخطط الأجانب في بلاده عباس حلمي ويا العجب لما نفي أو استمر في منفاه في تركيا ولم يرجع ذهب إلى أوروبا واستقر فيها لكن كتب مذكرات في مذكراته هذه رجل عجيب يعني يمدح مصفة كامل ويذن محمد فريد ويذكر أنه مع الشعب وكذا ما يعني هؤلاء حتى في مذكراتهم يعترفون بأخطائهم ولا يريدون أن يعترفوا بأخطائهم وفي الحرب العالمية في الحرب العالمية الأولى كان يرسل منشورات من تركيا باسم الخليفة وأمير المؤمنين وباسم الدين يحرّض يحرّض المصريين على الثورة على البريطانيين الإنجليز وأيضا ينبئهم بأن السلطان العثماني سيرسل جيشا إلى مصر لتخليصكم من الإنجليز وحصل هذا فعلا وأرسل جيشا لكن دعوته تلك لم تلقى قبولا من المصريين أنهم يعرفون عباسا معرفة تامة عاش بينهم ثنتين وعشرين سنة حاكما وخداويا عليهم يعرفونه وذاقوا منه العذاب والمر والتلون يعني إذا أردنا أن نصف عباسا بصفة يعني خداو إسماعيل وصفناه بالمسرف الشديد الإسراف الذي جاء لمصر بالاحتلال الإنجليزي ومهد الاحتلال الإنجليزي في مصر إذا أردنا نصف توفيقا فنقول الضعيف الحاكم الضعيف إذا أردنا أن نصفه هكذا إذا أردنا أن نصف هذا خداويا عباس فنصفه بالمتلون المتلون الذي لا يقف شيء أمام أطماعه ويقر اليوم ما نقضه البارحة وينقض اليوم ما أقره البارحة في سبيل مصالحه الشخصية وهنا لابد من كلمة يعني في نهاية الحلقة لأن أنا خصصت حلقتين كاملتين عن عباس لا لغرض ذكر تاريخ عباس وترجمة لعباس لا 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 يهمني عباس اليوم في قليل أو كثير لكني ذكرته من أجل أن يعرف الشعب المصري أولا أن يعرف تاريخه وتاريخ حكامه وأن يعرف الحكام العرب والمسلمون الحكام الأوائل كيف كانت سيرتهم وكيف كانوا يصنعهم وأن تعرف الشعوب العربية والإسلامية كيف كانت تدار من قبل حكامها والحاكم المصري نموذجا وأن السفيد من العبر والعظات التي مرت علينا في الحلقتين السابقة في الحلقة السابقة وهذه الحلقة يعني وأولى هذه العبر والعظات المهمة أن الحاكم لا بد أن يلتجئ بعد الله تعالى إلى شعبه ثم أن تكون له صلة حسنة بالشريعة الإسلامية وبالتوكل تام على الله سبحانه وتعالى هؤلاء الحكام للأسف الشديد علاقتهم مع الله كانت ضعيفة وضعيفة جدا تطبيقهم للشريعة الإسلامية كان ضعيفة وضعيفة جدا تهونهم بالحرام كان واضحا وظاهرا إقبالهم على الحرام كان معلوما وظاهرا كانوا يقامرون وكان بعضهم يشرب الخمر وكانوا يتقلبون في الموبقات ويقربون من يزين لهم هذه الأمور هؤلاء كانوا حكامنا من قبل وأيضا الخداوي عباس أعظم أعظم عبرة في سيرته أنه عندما انعزل عن شعبه ماذا صنع الله به وكيف أذله الله وهذا العجب فاتني أذكر لكم بهذا الباب وهو أكبر شاهد أن غورست عندما توفي من جاء الإنجليز من أرسلوا ليكون معتمدا بريطانيا أرسلوا الذي أذله غاية الإذلال في الحادث العسكرية في جنوب مصر وهو الجنرال كيتشنر جعلوه لوردن وجعلوه معتمدا بريطانيا في مصر بالله عليكم لأن بريطانيا أرادت أن تحفظ عباس جميله بارتماء في أحضانها وإدارة ظهره لحركة وطنية وتقييد الحريات وتقييد الصحفيين وإبطال الصحف الوطنية وتضيق حركة الطلاب وسنقل النفي الإداري والطمع المالي ليس له حدود أنا ذاك والشره والإقبال ألم تكن ترسل شخصا غير كيتشنر؟ لماذا أرسلت كيتشنر الذي يتعلم علم اليقين أنه هو الذي أذل عباسا وكسر شخصيته أمام ضباط المصريين وأمام شعبي عموما وهو الذي وقف في وجه مرارا أذلته بإرسال كيتشنر كيتشنر هذا هدده مرارا بأن يفتش قصره وأن يخلعه وأن يذله هدده بتهديدات كبيرة جدا كيتشنر مع ارتمائه بإحضان إنجليز ارتماءا تاما لكن مع ذلك هدده وحتى أن عباسا كان قد انزوى في قصره في آخر أيام قبل أن يخرج من مصر بدون رجع انزوى في آخر أيام في قصره يفكر في هذا الذلو الهواء الذي أحاط به وتخلي شعبه عنه هو تخلى عن شعبه وتخلي الإنجليز عنه وتخلي الحركة الوطنية عنه وتخلي رؤساء الوزارات عنه وارتماء في أحضان إنجليز كان يفكر جديا بأن يستقيل من منصيبه كخداوي إلى هذا الحد هذا الذلو الذي أصابه بسبب ارتمائي في أحضان الإنجليز والإنجليز قوم كرروا هذا في مصر وكرروا في الهند وكرره كل محتل في كل بلد إسلام يحتله يمهد للحاكم ويرخي له العنان يقعه في مشكلات مالية وفضائح مالية ويقعه في عداوة مع شعبه فإذا استنفد أغراضه من هذا الحاكم رماه ولم يلتفت إليه بعد ذلك وأذله إذانا عظيما هذه حال الإنجليز في كل زمان ومكان شاه إيران من كان أقرب المقربين لأمريكا شاه إيران طبعا وأكبر قوة في الشرق الأوسط كان وكان أمريكا الحليف الأول ومقرب الأول لأمريكا كان شاه إيران فلما انقلب عليه شعبه ماذا جرى له لم تقبله أمريكا أن يلتج إليها أن يسكن عندها الرجل كان في الطائرة ولا يدري أين يذهب وأمريكا رفضت أن تستقبله في أمريكا رفضت أن تستقبله أكبر حليف لها في العالم في الشرق أوسط كله رفضت أن تستقبله في بلادها رفضت وما وجد من يستقبله إلا الرئيس السادات في مصر واستقبله ومات في مصر غريبا طريضا لم يجد من يؤويه ولم يجد من يستقبله عنده في بلاده أرأيتم؟ والأمثلة كثيرة حاكم الأفغان عندما ثار وأراد أن يقلد مصطفى كمال وأجبر مرأة أفغانية على السفور طرده شعبه طردوه ولم يجد من يؤويه وهكذا كل حاكم كل حاكم لا يستند إلى شعبه ولا يتفق مع القوة الشعبية في بلاده تحصل مشكلات في بلاده لا يمكن يا إخوة لا يمكن أن يستقر الحكم الحاكم في بلد وهو في مأساة مع شعبه وهو في عداوة مع شعبه لا شعبه يحبه ولا هو يحب شعبه شعبه يدو عليه وتمنى الخلاص منه وهو يدو عليهم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال شرار أمرائكم شرار أمرائكم من تبغضونهم يبغضونكم وتدعون عليهم ويدعون عليكم أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم فلذلك كل ما في هاتين حلقتين يشي وينبئ بوضوح أهمية التقارب والتلاقح والتلاقي بين الحاكم وشعبه كانت هاتين الحلقتان عن ذكر ترجمة عن موجزة الحياة عباس وعلاقته في طوريه الطور الأول الموالى لشعبه والطور الآخر المعادى لشعبه وفيها من عبر العضاة الشيء الكثير الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سنبدأ الحديث عن حرب العالمية الأولى وموقف مصر فيها إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته